السلام عليكم اللي هو setup underscore timer underscore 0 بعدين بتحط المودة في أوبرايشن إيش المقصود في المودة إيش المقصود في درام بان exterminate قمر من ر 4 الملكس أو أو الملكس الملكس ال� الملكس هذه فوقشن الملكس 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 و البيتس PS0, PS1 PS2 وين في الابشن ريجستر في الابشن ريجستر طبعا بإمكانك في المود هون إنك تحط واحد من واحد من هاي الست وبرامترز أو الابشن برامترز هذول أو واحد من هاي الست وبيناتهن في عندي الore operation بتفسدهن الore operation شو هدو اللي بيقولو RTCC underscore internal هاذا لما بدك timer 0 يشتغل على internal clock تبع تلبيك divided by 4 اللي يسمينها instruction time إذا بتختار RTCC underscore external يعني it's coming from RA4 وهون بالحالة هاي low too high يعني على rising edge بصير clocking أو timer بزيد وبالحالة الثانية RTCC external underscore high to low على falling edge فتختار واحدة من هذول التلاتة تحطها في المود l-other component اللي هو بتحط لpre-scaler بتحط لpre-scaler بتحدد إنه فيه pre-scaling ولا لا RTCC RTCC underscore div underscore one شو هي بتقول بتقول إنه pre-scaler is not applied that means PSA هون one PSA يعني مافيش pre-scaling okay RTCC underscore div two div four div eight sixteen وهكذا فبتحدد ل-scaling factor scaling factor okay إذن رضيفة set up timer zero and it is to configure timer zero خلينا نشوف بعض الالإعزامل الإعزامل أول عنها okay أنا كاتب set up underscore timer underscore zero RTCC underscore div by eight RTCC and the score internal إيش يعني يعني ل-clocking هون internal ل-clocking هون internal و le-pre-scaler شغال و le-pre-scaling factor ثماني ولاحظ ال-or بين التنتين الآن اللي بدأ أقولك إياه إنه مافيش يعني restrictions إنك تحط البرامتر بالأول أو تحط البرامتر هذا بالأول اللي بدأ كي في المثال الثاني ل-clocking is external وعلى falling edge و ال-pre-scaler 64 شغال في المثال الثالث ل-clocking is internal و le-pre-scaler 2 طيب مش موجود هنا أو إذا حذفت من options تبعات ال-parameters تبعات ال-setup function بكل le-pre-scaler by default 2 وفي الحال هاي ال-pre-scaler كمان مرة ثانية 2 وهو ال-clocking external from low to high في المثال الأخير مثال الرابع ال-clocking external على rising يجعل RA4 و no pre-scaling no pre-scaling فإذا ما تكيش ال-pre-scaler هاي اللي RTCC underscore div underscore one لازم تكون محطوظ هادا الفنكشن اللي خلصنا الفنكشن الثاني set timer آسف set timer هون ما فيش setup set set timer zero وبعدين بتعطي value ايش الفنكشن هادا بيساوي it sets the count value since the count value وين في tmr0 في data memory tmr0 في data memory طبعا ال-counter timer zero it counts up it counts up فبيضل عد up من ال-value اللي انت عطيت اياها الى ان يصل ال-value 255 بعدين شو بيصير عندي roll over او flip over to zero بعد ما يوصل 255 بعد ما يوصل الـ count 255 it flips over to zero هذا بيسمي ال-overflow هذا مثال set timer zero 125 25 and up 125 25 هون تأخذ as a decimal number default تبعها لأنه هون مش مذكور هون هون بالvalue تقدر تحط constant زي ما احنا حاطين هون او بتقدر تحط variable او بتقدر تحط variable زي ما احنا حاطين هون الفنكشن الثالث المستخدم في CCS library get underscore timer zero get underscore timer zero هذا شو بيقرأ ال-value في tmr zero في data memory وبحط ها في variable اللي اسمه value اللي انت لازم نكون معرف هذا برجع ال-value اللي موجود في timer zero مثال temp is a variable defined get underscore timer zero فرح تجد ال-value وين في هذا ال-variable واخيرا مع هاي القصة الطريفة اللي بتبين إليك فيها موعدة اقرأها نحن اقرأها 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 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر